السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو حكمل معكم شرح بقية دروس الوحدة الثانية من كتاب الإنجليزي للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول وأبل ما أبدأ بالفيديو أتمنى من كل اللي بشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ بسم الله بدرسنا اليوم والذي يتحدث عن form, meaning and function المكون والمعنى والوظيفة وقبل أن أبدأ بشرح هذا الدرس سأضع لكم أهداف هذا الدرس The lesson objectives أهداف الدرس Use the correct verb to be in the simple past tense علينا أن نستخدم الفعل الصحيح من الفعل be في زمن الماضي البسيط وكما نعلم جميعنا أن verb be هو عبارة عن am وis وare الماضي من am وis هو was والماضي من are هو where Use the regular and irregular verbs in the simple past tense علينا أن نستخدم الأفعال المنتظمة والغير منتظمة في زمن الماضي البسيط أيضاً الأفعال المنتظمة هي الأفعال التي نضف إليها ed في الزمن الماضي مثل الفعل watch يصبح watched أما الأفعال الغير منتظمة هي التي تتغير في الزمن الماضي مثل الفعل go يصبح went use used to with the past tense نستخدم used to والتي تعني اعتدنا على فعل هذا الشيء في الماضي في زمن الماضي use would with the past tense أيضاً سنستخدم would وهي الماضي من will في الزمن الماضي use past progressive correctly أيضاً سنستخدم زمن الماضي المستمر بالشكل الصحيح والزمن الماضي المستمر هو أن يأتي was أو where وبعدها الفعل مضاف إليه ing سنبدأ بقاعدتنا الأولى والتي تتحدث عن simple past tense مع الفعل be كما ذكرت أن be في زمن الماضي البسيط هي إما was وهي الماضي من is وام للمفرد أو where وهي الماضي من are تأتي مع الجمع هنا مثلاً في السؤال how were the burglars caught هنا استخدمنا where لأننا نتحدث عن burglars وهم اللصوص نلاحظ أن burglars هم مجموعة إذن جاءت معها where كيف تم القبض على اللصوص there were security cameras everywhere أيضاً استخدمنا where لأننا نتحدث عن مجموعة كاميرات أمن موجودة في كل مكان إذن cameras هم عدة كاميرات فاستخدمنا معها where السؤال هنا يقول was the big pocket sorry for his crime هنا نتحدث عن سارق الجيوب هل ندم على جريمته؟ إذن استخدمنا was لأننا نتحدث عن شخص واحد مفرد yes he was إذن نعم لقد ندم جاءت معه was في الماضي he apologized to the victim لقد اعتذر للضحية إذن was تأتي مع مفرد نقول I, he, she, it was and where تأتي مع الجمع نقول they were وwe were ننتقل إلى القسم الثاني من القاعدة والذي يتحدث عن simple past tense regular and irregular verbs أيضاً زمن الماضي البسيط مع الأفعال إن كانت أفعال منتظمة أو غير منتظمة كما ذكرت أن الفعل المنتظم في زمن الماضي نضع له ed والفعل الغير منتظم في الزمن الماضي يتغير تماماً نرى الأمثلة what did the police do؟ هنا سؤال في الماضي لظهور did دائماً معلومة إذا ظهرت did سواء في السؤال أو في النفي فالفعل يكتب في صورته الأصلية معها إذن هنا السؤال ظهرت did فكتبنا الفعل do بدون أن نكتبه في الزمن الماضي إذن what did the police do؟ ماذا فعلت الشرطة؟ they arrested the criminal قاموا بالقبض على المجرم إذن هنا arrested جاءت في الزمن الماضي وهو فعل regular أي منتظم في الزمن الماضي له أضفنا إليه ed they did not arrest the man هم لم يقبضوا على الرجل هنا جاءت did not نفي فجاء الفعل بصورته الأصلية بعدها أيضاً هذه الجملة في الزمن الماضي where did they go after they were arrested هنا أيضاً جاءت did في السؤال فكتب الفعل بصورته الأصلية أين ذهبوا بعد أن قبض عليهم they went to police station لقد ذهبوا إلى مركز الشرطة نلاحظ أن الفعل go هو فعل irregular غير منتظم والماضي منه مختلف تماماً لا نضف إليه ed إنما يصبح went they did not go to the police station أيضاً هنا نفينا باستخدام did not في الزمن الماضي وكتبنا الفعل بصورته الأصلية هم لم يذهبوا إلى مركز الشرطة ننتقل إلى time expressions for the past تعابير وقتية تدلنا على الماضي إذن هذه التعابير إذا جاءت في الجملة يجب أن نضع الفعل في الزمن الماضي لدينا التعابير الأول أو الكلمة الأولى yesterday وتعني البارحة إذن نرى أن الفعل هنا كتب في الزمن الماضي أي أن السارق المسلح قام بسرقة السيارة البارحة إذن هنا stall هي الماضي من steel وهو فعل irregular غير منتظم أيضاً التعبير الثاني والذي يدل على الماضي كلمة last سواء كانت last night أو last week أو last month أو last year إذن كلمة last تدل على الماضي أيضاً الفعل هنا يأتي في الزمن الماضي نتالي forgot to lock the door last night إذن نتالي نسيت أن تغلق الباب الليلة الماضية هنا نلاحظ أن forgot هو فعل أيضاً غير منتظم وهو الماضي من forget التعبير الثالث الذي يدل على الماضي هو أن يأتي تاريخ في الزمن الماضي نحن الآن في 2022 أي تاريخ قبل هذا التاريخ هو ماضي أي أن السارق دخل إلى السجن في عام 2006 هنا جاء went الماضي من go أيضاً فعل غير منتظم أيضاً التعبير الدار على الماضي كلمة ago أغو وتعني ماضية إذن أنا ذهبت إلى عمان قبل ثلاثة سنوات ماضية إذن أيضاً أغو إذا جاءت في الجملة فإننا نتحدث عن زمن ماضي ويأتي الفعل في الزمن الماضي هنا went هي الماضي أيضاً من go ننتقل إلى إذن الزمن الماضي باستخدام used to والتي تعني اعتدت على فعل هذا الشيء في الماضي أو الزمن الماضي مع كلمة would we use used to plus be to talk about past states that are no longer true إذن نستخدم عبارة used to بعدها يأتي be كلمة be لنتحدث عن أشياء ماضية لم تعد موجودة أو لم تعد صحيحة مثلاً what did you used to be afraid of when you were younger هنا نلاحظ أن السؤال جاء معدد فكتبنا used to في صورتها الأصلية إذن ما هو الشيء الذي اعتدت أن تخاف منه عندما كنت صغيراً الإجابة I used to إذن used to في الماضي be afraid of elevators إذن اعتدت أن أخاف من المصاعد أنا دائماً أأخذ الدرج بدلاً منه إذن هنا جاءت used to بعدها be لنتحدث عن شيء كنا نخاف منه في الماضي لكن الآن لم نعد نخاف منه أيضاً يمكننا استخدام الزمن الماضي مع would we use used to plus verb and would plus verb to talk about past habits that are no longer true إذن ممكن أن نستخدم used to وبعدها الفعل أو would وبعدها الفعل لنتحدث عن عادة قديمة لم تعد موجودة الآن السؤال يقول did you used to travel a lot in your job هل اعتدت أن تسافر كثيراً في عملك إذن قلنا yes I used to وبعدها الفعل yes I used to travel to a new place every year أو ممكن أن نقول yes I would travel to a new place every year إذن أنا أعتدت أن أسافر إلى أماكن جديدة كل سنة أو أنا كنت أسافر إلى أماكن جديدة كل عام I did not use to like it much and now I prefer to stay in one place لم أعتد أن أحبها كثيراً وأنا الآن أفضل أن أبقى في مكان واحد نلاحظ أنه عندما نفينا وقلنا did not كتبنا use to وبعدها الفعل في صورته الأصلية لم نكتبه في الزمن الماضي ننتقل إلى الأسئلة الخاصة بهذه القاعدة علينا أن نكمل هذه المحادثة علينا أن نستخدم الزمن الماضي البسيط للأفعال الموجودة بين الأقواص ونتمرن بعدها مع أصدقائنا إذن هنا في هذه المحادثة لدينا أفعال موجودة بين الأقواص علينا أن نكتب الماضي منها بعضها أفعال منتظمة فقط سنضع ED للفعل وبعضها أفعال غير منتظمة ستتغير تماماً المحادثة دارت ما بين فهد وعماد قال فهد ماذا حصل لك البارحة؟ رد عماد وقال رد عماد قال عماد إذن لدينا الفعل happen هو فعل منتظم أضفنا إليه إيدي في الماضي go غير منتظم ماضيه went steal غير منتظم ويعني يسرق ماضيه stall سرقة do غير منتظم ماضيه did catch يعني يمسك ماضيه caught مسكة أيضا غير منتظم do أيضا غير منتظم ماضيه did وأخيرا هنا be هي إما was aware بما أننا نتحدث عن الكاميرات مجموعة كاميرات إذن سنستخدم where ننتقل إلى فقرة be work with a partner اعمل مع صديقك ask and answer about how عمر's life has changed اسأل وأجب كيف تغيرت حياة عمر use used to and did not used to استخدم used to الذي تعني اعتاد أن يفعل هذا أو did not used to أو لم يعتد على فعل هذا هنا لدينا مثالا محلولا how often did عمر use to watch crime dramas on TV هنا لاحظنا في السؤال جاءت did فكتبنا used to بدون إيدي استخدمنا أولا used to في الزمن الماضي أنه اعتاد أن يشاهد الجرائم كل يوم وأنه لم يعتد على فعل أي شيء آخر نلاحظ did not جاءت used to بعدها بدون إيدي سنسأل باستخدام used to ونقول what did عمر used to do every day الإجابة ستكون باستخدام used to أو would وبعدها الفعل إذن he used to watch TV every day أو he would watch TV every day he did not use to go to the gym number two عمر ate a lot of junk food عمر تناول كثير من الأطعمة السريعة now he eats fruit instead الآن هو يأكل الفاكهة سنسأل what did عمر used to eat he used to eat a lot of junk food he did not use to eat fruit number three عمر was overweight عمر كان لديه وزن زائد now he is not الآن هو ليس لديه وزن زائد سنقول what did عمر used to look like كيف كان يبدو عمر used to be overweight he did not use to be slim لم يعتد أن يكون نحيفا number four عمر was always tired دائما كان عمر متعبا now he has more energy الآن لديه طاقة أكثر how did عمر used to feel عمر used to always feel tired he did not use to have much energy number five عمر did not sleep well at night عمر لم يكن ينام جيدا في المساء أو في الليل now he sleeps more soundly الآن هو ينام أكثر how did عمر used to sleep عمر did not use to sleep well he used to be awake most of the night نكمل قاعدتنا الأخيرة والتي تتحدث عن past progressive الماضي المستمر وهي عبارة عن was where زائد الفعل مضاف إذا نستخدم زمن الماضي المستمر عندما نصف ما الذي يحصل في وقت معين في الماضي what were you doing at three o'clock today إذن هنا نسأل عن الأشياء التي نقوم بعملها في الساعة الثالثة في النهار I was driving home from work إذن أنا أعود في هذا الوقت إلى المنزل من العمل إذن مع I جاءت was وبعدها يجب أن يأتي الفعل مضاف إليه ING في زمن الماضي المستمر we use the past progressive when we talk about a temporary state or action أيضا نستخدم زمن الماضي المستمر عندما نتحدث عن أشياء أو أحداث مؤقتة نقوم بفعلها فترة مؤقتة have you always lived in Riyadh هل تعيش في الرياض no a few years ago I was living in Dubai إذن فترة قصيرة عشت في دبي فاستخدمت هنا زمن الماضي المستمر مع I تأتي was وبعدها جاء الفعل مضاف إليه ING what were you doing in Dubai ماذا فعلت في دبي I was working at a hotel إذن عملت في فندق لفترة زمنية مؤقتة وبعدها انتهى عملي هناك حالة الثالثة التي نستخدم فيها زمن الماضي المستمر هي we use the past progressive with always to describe a repeated or annoying action نستخدم زمن الماضي المستمر مع كلمة always التي تصف عملا مكررا أو مزعجا مثلا my neighbor's son was always getting into trouble when he was younger إذن ابن جيراننا كان دائما يعمل مشاكل عندما كان صغير إذن هذا شيء مزعج لنا إذن استخدمنا به زمن الماضي المستمر نتحدث عن شخص واحد مفرد فقلنا was يليها always وبعدها الفعل مضاف إليه ing أيضا نستخدم هذا الزمن في هذه الحالة we use the past progressive to describe a long action that is interrupted by a short action نستخدم زمن الماضي المستمر لنصف حدث طويل قطعة بحدث قصير مثل ماذا I was working on my computer when suddenly the power went out الحدث الطويل الذي كنت أقوم به أنني أعمل على الكمبيوتر فقطعه حدث آخر قصير وهو أن الكهرباء قد انقطعت إذن في الحدث الطويل استخدمنا زمن الماضي المستمر أما الحدث القصير الذي قطعه فنستخدم زمن الماضي البسيط والحالة الأخيرة التي نستخدم بها أيضا زمن الماضي المستمر عندما نصف حدثان كلاهما يحصلان في نفس الوقت مثل ماذا إذن بينما أنا أدرس كان أخي يشاهد التلفاز هذان الحدثان يحصلان في نفس الوقت أنا أدرس وأخي يشاهد التلفاز إذن كلاهما يكونان في زمن الماضي المستمر ما آي تأتي واز وبعدها الفعل مضاف إليه آي إن جي وبعد ماي برادر لأنه مفرد أيضا جاءت واز وبعدها الفعل مضيف إليه آي إن جي ننتقل إلى فقرة سي قم بقراءة المقابلة التي دارت مع الشرطي ومستر جون نكمل هذه المحادثة أو المقاطع إما بزمن الماضي البسيط أو زمن الماضي المستمر للأفعال الموجودة بين الأقواص قال البوليسمان إذن هنا نسأل عن ماذا فعل في زمن محدد في الساعة الثالثة مساء فاستخدمنا زمن الماضي المستمر معي تأتي وير والفعل جاء مضاف إليه آي إن جي هنا فعل بي مع آي تكون واز إذن كنت في هذا الوقت أشتري الحليب إذن استخدمنا زمن الماضي المستمر أيضا قال البوليسمان أيضا نتحدث عن نفس الوقت فاستخدمنا زمن الماضي المستمر رد جون وقال في نفس الوقت استخدمنا أيضا الماضي المستمر رد البوليسم وقال قال الشرطي أن في هذا الوقت رجل الأمن شاهدك عند محل سكي أند سنون وكنت تصف سيارتك هل هذا صحيح؟ رد مستر جون وقال إذن هنا عندما تحدثنا عن وقت معين استخدمنا زمن الماضي البسيط وبعدها نفينا بدد عندما نستخدم دد نضع الفعل في صورته الأصلية وبعد ذلك قال أنه ذهب إلى السوبر ماركت رد البوليس وقال إذن سأله بزمن الماضي البسيط ماذا اشتريت من السوبر ماركت؟ الجملة في الزمن الماضي استخدمنا دد فنكتب الفعل بصورته الأصلية رد جون وقال كنت أشتري بعض الجبن إذن هنا حدث مؤقت إذن استخدمنا أيضا زمن الماضي المستمر عاد البوليس وسأله لماذا قمت برفع لوحة السيارة عندما اصطفتك؟ أصطفت بجانب هذا المحل رد جون وقال فعاد وسأله الشرطة لماذا قلت أنك لم تشتري القناع من هذا المحل؟ رد جون وقال فرد البوليس هل قمت بسرقة هذا المحل البارحة يا سيد ويلكنسون؟ إذن من القصة السؤال مع صديقك ناقش إذا كنت تعتقد أن السيد جون هو أعطي بعض الأسباب لماذا تعتقد أنه مذنب أو غير مذنب اعتمادا على المقابلة التي دارت في تمرين سين برأيي أعتقد أنه مذنب لأنه قام بنزع لوحة السيارة من سيارته ولأنه اشترى قناع التزلج والآن وصلت إلى نهاية هذا الدرس ونهاية الفيديو إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو وضغطوا على زر اللايك لا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعيلوا جرس التنبيه وشكرا